كابتن طارق وعالمهم مميزة جدا للقيادة والإدارة وعالمهم مميزة جدا في شخصية الحقيقة رحمة الله عليه الكابتن صالح سليم واللي هو يعني كل المدرسة اللي طلع دي مدرسة صالح سليم وهو الكابتن صالح كان مدرسة مختار التيتش هم أجيال ورسة أجيال الكابتن طارق بس كان ماتشا ألمانيا ماتشا ألمانيا انتهت 2-0 صالح مصر وكان هلمونتران زي ما قلت أنا وده كان معروف أن الجناح كان ساعتها الكرة كانت اللي هي بتبقى الـWM اللي كانت بيبقى خمسة لعيبة فرودة خمسة لعيبة وثلاثة مدفعين كانت الكرة غير الكرة يعني كانت طريقة تانية فكان بيبقى فيه جناح أيمن وبعدين انسايد رايت وبعدين قلب هجوم وبعدين انسايد ليفت وبعدين جناح أيصر كان بيبقى خمسة فرودة فكان جناح ألمانيا ده كان رهيب هلمونتران ده طارق ما خلهوش عدب كرة ومصر كسبت يوميها 2-0 وكل وكالات الأنباء اتكلمت على طارق السليم النجوم الكرة مش متش ولا نتيجة لما النجوم الكرة مسيرة وعطاء والمسيرة والعطاء داخل وخارج لأن كله جزء على بعضيه لأن البعض يبتصور أنه لو ممكن يجيب لون فممكن يبقى فوق قانون مثلا أو أنه ممكن يجيب لون ما عرفش يعمل لا لا المسألة مش كده انت في لون وبعدين نلعب الكرة ما فيش تفضل يعني انت مش يعني لأنه احنا ابتدنا نعمل حاجات غريبة جدا في الفترة الأخرى دي ونقول كلام مش مصبوط حقيقة الأمر لعب الكرة شاء أن أي حد تاني هو فيه مهمة ووظيفة وهو بيأخذ مقادرات يبقى في احتراف بيأخذ مقابل الأصادر لنما مش ممكن حكون أنه كسبنا متش يزلنا بي طول عمره مثلا يعني ما ينفعش ده فالمسألة كابتن طريق ما كانش متش ألمانيا إنما كابتن طريق لعن ما تشاك تيله كلام ده كله فهي في المسيرة فكرة المسيرة أنك أنت بتبقى في الملعب بتبزل كل رهدك فعطائك وكذا وكذا سلوكياتك بر الملعب بتعمل إيه حاجاتك بر الملعب لأن اللي بر الملعب مكمل لجوء الملعب ما فيه لعيب كورز لسه الشباب الصغرين واحد منهم في النادي الأهلي وهو ما قامت لهش عمى من ساعة يعني أنا ما شفت من ساعة ما قالك كلمتين دول لسه معمر جمال عامل ما نشدت على خمس عمود بعد ما جاب روم في الزمالك يعني هو بقاله ده لاته الماتش اللي كان اللي كان مع ساعة المدير الفني ما كان كابتن عبيزي عبدالشافي فبيتكلم يعني بيتكلم في حد وله قال فابول أنا بر الملعب بخطة أحمر وحدش اللي علاقة بيها لا يا بخطة أحمر تبقى صيفناك خطة أحمر هون اللي حصل إيه إنك مش شايف بر الملعب ورو الملعب لازم تبقى فاهم إن الاربعة وشين ساعة بتوعك انت كلاعب كرة انت في خدمة الكرة ولابد أن تكون كل سلوكياتك وتصرفاتك كلها في خدمة الكرة يعني ما ينفعش إنك إنت تنام كل يوم الفجر فما أنت مش هتدينا حاجة وما تقوليش تصنع على كيف لا على كيف وكتوعف تبقه يعني ما يلزمناش ده احتراف دلوقتي فالمسألة إحنا محتاجين حالات كتيرة جدا لأن دي ثقافة وهو اللعب أصلا حيتعلم الكلام النظام والالتزام وكلام ده هو صغير لأن أنا صعب أو أن أنا أعلم حده وكبير بصراحة يعني ده كده حعلمه إيه وكبير هو خد على إنه يعمل كذا خد على كذا خلاص بقى دي العادة فإحنا محتاجين حالات كتيرة ليدا فإنما في الأول وفي الآخر عندنا نجوم الحقيقة في مصر آآ ذكرهم ستبقى يعني إحنا دايما بنتذكر الزكرة بتاعتهم لأن دول كانوا مسألة الالتزام ومسألة حالات كتيرة ليدا والناس بفكرهم لغاية دلوقتي زي كابتن طارق بيقول بيقول أنا لغاية دلوقتي أمشي الشارع الناس عرفاني وبتسلم علي ليه؟ الناس حتفتكر ده وفي نجوم لسه للوقت وراء بلدها ببطالوا ويمكن لسه بلعبوا والناس بتشوفهم بتعمل كده بتديهم ظهرهم الحكاية مرتبطة بأدائكم ترتبطة بعطائكم مرتبطة بسلوككم بحلك كتير عليك ده رحمة الله عليك يا كابتن طارق ويعني ربنا يبحمك ويحسد إليك